تعال نروح ليه قائمة نادي الزمالك ليه مباراة فيوتشر القائمة هتكون كالتالي في حراسة المرمى محمد عواد ومحمد نديم وفي خط الدفاع محمود حمد الوينش محمود علاء ومحمد عبدالغاني وحسام عبدالمجيد وعبدالله جمع وإحمد فتوح ومحمد عبدالشافي وحازم إمام وحمزة المسلوسي وفي خط الوسط إمام عشور ومحمد أشرف روح وإسلام جابر ويوسف إبراهيم أوباما ومحمود عبدالرازي إشكبالة وأيمن حفني وأحمد السيد زيزو وفي خط الهجوم سيف الجزيري وسيد عبدالله نيمار وهيغيب عن الفريق كل من عمر السعيد للإصابة وسيف جعفر ويوسف إسامة نبيه لعدم الجاهزية ومحمد طارق لأسباب فنية نهار ده إزا ما عليك أنها خلاص أزمة حمدي النقاز بفسخ العقد بالتراضي بعد ما قام اللاعب برد مبلغ ربعمائة ألف دولار كان واخدهم من الزمالك مقدم عقد وقت توقيعه مع لجنة الكابتن حسين لبيب النقاز قام بالخطوة دي عشان عايز يبدأ الموسم اللي جاي دون أي مشاكل النقاز كان حصل من الزمالك على مستحقات بقيمة ربعمائة ألف دولار بعد عودته للفريق وقبل إقاف النادي الزمالك من القيد وعارض اللاعب التونسي إلى أهل جدة السعودي كان يوم 8 صدر حكم من فيفا يلزم حمدي النقاز برد المبلغ اللي حصل عليه من الزمالك وداره فترة سماع 45 يوم الموضة انتهت واللاعب خلاص خلص أموره مع نادي الزمالك نادي الزمالك بيدور على مهاجمين حضراتكم عارفين واضحة هو معتمد جدا على سيف الجزيري وعمر السعيد بعيد فالزمالك عايز يدعم بمهاجمين الفترة اللي جاية من أبرز الأسماء النادي الزمالك بيبصرها دلوقتي أو بيتابعها دلوقتي وتم عرضها على فريلا المدير الفني نادي الزمالك وأبدأ إعجابه باللعب هو شادي حسين مهاجم سيراميكا كوليوباترا ممكن الأيام اللي جاية يبقى فيها مفاوضات رسمية مع نادي سيراميكا كوليوباترا لضم اللاعب المتقلق جدا مش الموسم ده بس الموسم اللي قابله كمان وموسم اللي قابله لعب واعد لعب مهم لعب عنده إمكانيات كبيرة جدا ولو لعب لنادي زي نادي جماهيري كبير زي الأهلي أو الزمالك كمان ممكن يبدأ أكتر فرقة بتهاجم طول الوقت وإن كان سيراميكا عامل فريق محترم ومحترم جدا وهو ده اللي ساعد على تقلق شادي حسين